الدخول إلى جمعية السمول بكم يشعرك أنك تدخل عالماً آخر فهنا لا تستطيع الحديث كأنك في بلد يتحدث بلغة أخرى رغم أننا في منطقة واحدة وليست أي لغة إنها لغة الإشارة حيث يظل الصمت والعجز سيد الموقف لمن لا يستطيع فهم لغتهم وأمام هذا الوضع بدرت مؤسسة القمدان التنموية الاجتماعية بتنفيذ برنامج تنمية مهارة الانتباه والتركيز لديهم على ثلاث مراحل وبسلوب خاصة للمراحل التعليمية الأولى تسهم في انتشارهم من دائرة الإنطلاق إلى العالم الأوسع الهدف منه هو تبسيط العملية التعليمية لدويحتاجات الخاصة بالإضافة الحد من ظهور المشكلات الاجتماعية لدى الأطفال مثل الأمطوى العدوانية تأتي هذه الورشة في ظل أوضاع مزرية تعيشها الجمعية فهي غير مهيئة لأن تكون منبرا للعلم فالفصول بلا أبواب والستائر هي الحاجز بينهم والكادر التعليمي وإن كان عددهم أقل فهو يفتقر إلى تأهيل بالنسبة للصفوف الدراسية للصوم البكم غير مهيئة لأن كل فاصل نقصمه إلى فاصلين أو أحيانا ثلاثة فصول وبالنسبة للطالب الأسم لا بد أن يكون الفاصل مهيئة من خلال الرسومات ومن خلال إعداد الدرس وتحضيره بكافة الوسائل الدورات التدريبية للمعلمين هي دورات بسيطة جداً قياب الدور الحكومي تقاه هذه الفئة خلال السنوات الماضية دفع بإدارة الجمعية البحث عن دخل آخر تمثل في المشغولات اليدوية التي حولت طاقاتهم المهدورة إلى طاقات تصم في عملية الإنتاج تعود للجمعية بمصادر دخل تسد ولو جزء يسير من احتياجات الجمعية الأشغال اليدوية لقوم بها مجموعة من الطلاب والطالبات بعمل هذه الحاجات فيتم بيعها واسترقاعها تصرفها لهم في أشياء خاصة بالجمعية 90 طالباً وطالبة في فصول لا تستطيع استيعاب هذا العدد من طلاب بسبب ذيق غرفها فهي غير صالحة لأن تكون مكاناً لطلاب العلم المبنى لم يسلم هو الآخر من التدمير جراء تفجير الذي لحق بإدارة أمني لحق بداية العام الحالي للجمعية التي تعاني من الإهمال وضعف الإمكانيات مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحق ترجمة نانسي قنقر